عندي موضوع اخر ودي انبه عليه المتابعين والمشاهدين الكرام يا احباب بالشارع احيانا تمر على سيارة تستغرب من مشيتها في الطريج اما يكون في خط سريع ويمشي شوي شوي او يدخل من جادة الى جادة بغير اشارة او انه يطلع عليك فجأة بدون سبب لما تمر بجنبه تشوفه كالعادة مشغول بتليفونه بالهاتف وكاد ان يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر البعض ماسك التليفون بيده ويبتصل كان يقدر يستخدم السماعات او السبيكر السماعات الخارجية وسماعات الاذن او يشبك السيارة على الصوت والاخطر من هذا يا احباب اللي قاعد يقرأ الرسائل سواء بالواتساب او بالوسائل التواصل الاجتماعي كان الدنيا راح تفوتها اذا ما قرأ هذه الرسائل وهذه الوسائل واخطر من هذين الاثنين اللي قاعد يكتب رسالة او يغرد او ينشر صورة او يصور سناب وهو قاعد يسوق سيارته واحيانا تشوف الام قاعدة تكتب ولا مشغولة بتليفونه وعندها اطفال بالسيارة او الاب وعائلته معاه يعني مخايفين عليهم للأسف ايها الغالي اذا انت مخايف على نفسك ترى الناس ايضا ارواحها لها قيمة عدمت اسر كاملة بسبب استخدام هذه الهواتف اثناء القيادة اللي خلاني اصور هذه الاسنابات قبل شوي سيارة شدي واكفة والناس قاعد تمشي مريت جنبها تصدقون ماسك تليفونين بيدة وهو قاعد يسوق السيارة الله يقول في القرآن ولا تقتلوا انفسكم ويقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة والنفس السلام يقول لا ضرر ولا ضرار فليتقل لا اولئك